تحالف بلا حليف هكذا انتهى حال التدخل العسكرية السعودية الإماراتية في اليمن الذي يبدو أنه يمضي قدما في تمرير مشروع الهيمنة والنفوذ واستهداف الشرعية دون اكترات لأحد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والرجل الثاني في الحكومة المهجرة والمصادرة الصلاحيات انضم مؤخرا إلى أربعة وزراء آخرين يحتل معظمهم الصفوف الأولى في التراتبية الحكومية إلى خط الانتقاد العلني للتحالف مقاربة الوزير المخلافي جاءت دبلوماسية قياسا بما كشفه زملائه قبل ذلك لكنها أضاءت بما يكفي على الحرب السياسية والعسكرية التي تعصف بتحالف التحالف مع الشرعية وتزيح الغطاء عن تحالف يبدو أنه ينسج انقلابات أسوأ من تلك التي نسجها قبل ذلك مع الحوتين وصالح في 2014 نحن لدينا توجه نحن وأشقان في التحالف إلى حوار واسع لتصحيح بعض الاختلالات التي حدثت في العلاقة والوصول إلى الصيغة التي تتناسب مع الدور النبيل في دعم الحكومة الشرعية ودعم الشعب اليمنى ما هو وسع هذا الحوار يترى فيما إشكالية العلاقة مع التحالف لا تحتاج إلا إلى قرار من الحلقة الضيقة في دائرة صنع القرار العليا في الرياضي وأبو ظبي بما يساعد على تصحيح الاختلالات ويوصل إلى صيغة تتناسب مع دور التحالف في دعم الشرعية والشعب اليمني كما جاء على لسان وزير الخارجية النقطة الحرجة في استهداف التحالف للشرعية تتمثل في منع الرئيس عبد الرب منصر هادي الذي جاء هذا التحالف لمساعدته من العودة إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن الرئيس بوسعه أن يعود إلى عدن هكذا أكد الوزير المخلافي وبتحفظ قبل أن يعيد الأمور إلى سياقها بتأكيده أن قيودا تحول دون عودة الرئيس بعضها يتعلق بالانقسامات الأمنية وبعضها يتعلق بالمشكلة الراهنة القائمة مع الإمارات هذا هو مروط الفرسي إذن الرئيس هادي سستطيع أن يعود في أي وقت ولكن في إطار مشكلة الأوضاع والقسامات الأمنية ومشكلة مع أيضا شقانة في الإمارات في إطار عدن نحن فضلنا أن نؤجل هذا الأمر لكي لا تكون العودة مشكلة وإنما تكون حل عقد التحالف انفرط تقريبا وتلاشى دور الحكومة وتآكل قرارها السيادي ولم يبقى سوى القرار العسكري للتحالف الذي اختار أخيرا أن ندعم جزءا من الإنقلابيين لإعادة تركيب سلطة جديدة تتفق مع المصالح غير الواضحة للرياض وأبو ضبي يا له من دعم أخوي يشارف حد الكارثة